قناة الشروك في إفراء المحتوى السوداني بوصول كاميرا قناة الشروك لمناطق السودان المبتدة الواسعة حتى أن تنقل روعة المكان وجمال الإنسان نرتحل معكم الآن مشاهدينا عبر صباح الشروك إلى نيالة لنتابع بلدنا حلوة وادي نيالة سحر الجمال في الزمان والمكان شريان حياة المدينة التي تكونت في الأصل على ضفته فهو أصل البداية والحكاية وهو ينبع يتدفق بمائه العزب وبه ارتبطت حياة إنسان مدينة نيالة كمصدر للماء والعديد من المنافع من بينها متنزه ومتكى يقصده أهل المدينة للاستمتاع بمناظره الطبيعية التي تكونت من حوله الماء والخضرة عنصران يشكلان ملامح لوحة الجمال التي يتزين بها مساء وادي نيالة في كل يوم جديد وادي نيالة المشهور باسم وادي برليه يعتبر المنتجع الطبيعي الأكثر إقبالاً من كل الناس بمختلف الفئات خاصة الأطفال الذين أصبحت ريمال الوادي ومياه المنسابة طبيعياً جزءاً من محطاتهم اليومية على الرغم من وجود المتنزهات الصناعية المختلفة بالمدينة وهو يعتبر الكورنيش الذي يستقبل زائريه بكل ترحاب خاصة في المناسبات السنوية عند أهل المدينة حصن المنظر وعطيب المغام في أي جزء من ريمال الوادي أمر يجعلك تتناسى الهموم من حولك الناس هنا مجتمعين أو متفرقين فالمكان واحد والهدف وإن اختلفت مقاصده عند البعض فمضمونه واحد وهو يراحة النفس بعيداً عن صخب الحياة اليومي الأحياء السكنية في مدينة نيالا كثيرة وكل ساكني هذه الأحياء يجدون أنفسهم في أمسيات الوادي اليومية خاصة الأحياء القريبة منذ الفردي الوادي كحي الوادي العريق أقدم أحياء مدينة نيالا وحي كرري وحي الجير وحي الوحدة وحي الجبل وموسيه وغيرها من الأحياء التي ترافق ممر الوادي خلال المدينة الوادي الذي عرف بخمائله جذابة وهو ليس مجرى ماء عادي كغيره مثل الأودية العريقة في دارفور ولكنه مكمن سحر جمال وهدوء النفس للأسر صغارها وكبارها بنيالا والكل هنا في نشوة في جلسات يتسامرون مع أجمل الأوقات الترفيهية عند الأصيل وعند الغروب يودع الناس رمال وادي برليه الناصعة المحببة إليهم ضاربين موعدا جديدا يتجدد زمانه عند كل فرد لزيارة وادي نيال البحير والكل هنا يهمس إجري وفيض يوادي برليه يوادي الحياة